طب أبرز الأخطاء اللي ويع فيها المدرب الألماني برحي كتير من الأخطاء إنه كان بيخرج بدفاعه بشكل غير مدروس غير محسوب في بعض الأحيان كان بيخاطر في بعض الأحيان كان بيفرغ من نص ملعب وحتى وإن كان في لعب بحجم توني كروز هذا رجل اللي بيعمل استبل توازن في قلب الملعب إلا إنه كان في بعض الأحيان بيكون هناك تحركات غير منطقية وغير مدروسة وغير معلومة الهوية أنت رايح على فين حتى وإن كان هناك بعض التكتيكات اللي كان بتتنفذ لكن مش كل تكتيك يتنفذ أمام منتخب بحجم منتخب إسبانيا ولذلك كل مدير فني لازم يكون عنده المرونة في تعامل مع مثل ذي مبرايت فهو كان عنده أخطاء لعب بطريقة غلط مع إسبانيا أو مفهمش فريق إسبانيا كويس في البداية لغاية الديا ستين كان هناك الكثير من الأخطاء الفنية على أرض الملع أو مقدرش يتعامل مع المرونة اللي بيع بها إسبانيا وقدرات اللعبين لأنه في بعض اللحين قدرات اللعبين بتسهل لك الأمور هو كان عنده حلول كتير ولكن مقدرش ينفذها مع الأداء الدفاع الصلب من منتخب إسبانيا مع الأداء اللي في وسط الملعب اللي كان محجل مصادر خطورة منتخب ألمانيا اللي كان بيعتمد عليها حتى جندجان حتى أسماء العناصر الخبرة اللي كانت موجودة على الأرض الملعب ما كانش عندها حلول كتير حتى الديا 89 لما بدأ يخاطر ويغامر ويدفع بكل عناصر الخبرة والشباب وأي حد عنده قدرة هجومية ولذلك لما وصل للكسرة طيب ما كانش عنده قدرة على أنه يدفع بشكل جيد ولذلك كان الأطراف مستبحة وسجلة منتخب إسبانيا في الديا 19 من عمر المباراة بالأشواط الأمور بالفعل فرق فنيات الموضوع أكتر ما هو التكتيك هو فنيات الفرق الأسبانية الشباب صغير بيلعبوا بلعب جماعي أكتر عن ألمانيا خلينا نوح ليه مباراة هنية بقى مهمة جدا أنه هي البرتغال وفرنسا يمكن أنا تبعت أكتر تصريحات أمبابي اللي كانت لطيفة جدا جدا أنه كان كريستيانو رونالدو من حلمه وهو صغير أنه يبقى زيه لكن أحب أشوفه زعلان في المباراة يعني ده كان تصريح لي أنا شفته ففرح هو أمبابي بقى مبارح وزعل كريستيانو وزعل الرول ماضل بتاعه بركلات الترجيح خمسة ثلاثة حكينا عن المباراة دي أكتر مباراة ما كانتش قوية فنيا خلال أجواء وأحداث الوقت الأصلي أو حتى الأوقات الأضافية لأنه كان فيه مش أقول خوف من الهزيمة بقدر ما أنه الحلول كانت فقيرة نسبيا مع الانضباط التكتيك اللي كان موجود عند كلا المديرين الفنيين واللعابين اللي موجودين على أرض مالا دي ديت شامب زكي وبيماشي المباراة بشكل زكي لكن وصوله لي ركلات الترجيح أمام طموح كريستيانو رونالدو كريستيانو رونالدو كان عنده هدف أنه يصل للقب تاني في مسارته الأحترافية مع الكرة الأوروبية تحديداً مع متخب البرتغال قبل الاعتزال بس عن طريق مشاركة بس ولا فوز مشاركة وفوز كان بيبحث عن اللقب تاني بعد 2016 اللي حقه في فرنسا على حساب فرنسا في فاهينان أنه يصل لهذا اللقب هو ما كانش زعلان أول بقدر مثلاً ما كان زعلان في خروجه أمام المملكة المغربية فيه كأس العن فيفا كاتر 2012 بس هو عارف أنه هيعود من جديد فيه كأس العن فيفا كندا الولايات المتحدة من بسينك هو مكمل مش هعتزك بإذن الله طبعاً كل شيء بإذن الله أنه في 2026 هيشارك مع متخب البرتغال لكن المنتخب البرتغال كان عنده طموحات وأمال ولعيبة جيل محترم فنياً وقدم في الشرط الأول ونصف أول من الشرط التاني مستوى فني عالي جداً بمرونة تكتكية بمعدل لياقة مميز جداً لكن المتخب الفرنسي سير مبركة فيما يشاء ديد شامب كان زكي دفاعه كان قوي وسط ملعبه كان مميز وحتى وإن كان خرج كنيان مبابي بدعي الألام في الأنف بسبب الإصابة اللي كانت فيه الأدوار الأولى من البطولة إلا أنه ماشى المباراة زي ما هو عايز وقدر يصل لنقطة التفاق